ثلاث أبراج تستعد لاستقبال الأموال اللي بالكم والسفر والنجاح في الشهور الباقية بـ 2024 زي ما قال العبقاري ميشيل حايك فيه طبعا بعد الأبراجة تشهد الحظ والمال والترقيات بالسفر خلال الفترة المقبلة أول حاجة التور يمر مواليد برج التور بفترة من الاستقرار والودوء في حياتهم وتحسن العلاقات العاطفية والعائلية على المستوى المهني بتساعدك الظروف على الاستعداد جيدة لتوسيع مجال بحثك لتقديم عمل مكتمل سيحظى بالإعجاب في نهاية المطقف على المستوى المالي الظروف المالية تبدو جيدة قد تتلقى مكافأة أو تستفيد من استثمار سابق حاول استغلال هذه الفرصة لتحسين وضعك المالي وتجنب الإنفاق المفرد على المستوى العاطفي تعيش قصة مؤثرة وتستمتع بوقتك وتقع تحت سحر من يجعلك تنسى ما حولك أما برج الحود يتمتع مواليد برج الحود بفرص رومانسية جديدة وتحقيق تقدم في مجال عملهم على المستوى المهني أنت شخص محظوظ لذلك لا داعي للقلق بشأن ورشة عمل جديدة أو رحلة أو ترئية على المستوى المالي تبدو الأوضاع المالية مستقرة قد تجد فرص جديدة للإستثمار أو تحسين دخلك حاول تجنب الإنفاق العشوائي والتركيز على التخطيط المالي الجيد لضمان مستقبل مالي آمن على المستوى العاطفي سترافقك ظروف سهلة تتيح لك التفاهم والإنسجام مع حبيبك وإذا كانت العلاقة قوية ستصبح أكثر مودة وأكثر سلاما برج الجوزاء يشهد الأشخاص المولودين تحت هذا البرج فرص مهنية كبيرة وتحقيق أحلامهم ومكفاءات مالية على المستوى المهني قرارات حاسمة ومصيرية نجد أنفسنا مجبرين على اتخاذها في ظروف صعبة وهذا له تداعيات على المستوى المالي تبدو الأوضاع المالية مستقرة لكن من المهم أن تحافظ على ميزانية محددة وتلتزم بها قد تجد فرص لتحسين دخلك إذا كنت على استعداد للإستثمار في مشاريع جديدة تجنب الإنفاق العشوية وركز على الانتخار المستوى العاطفي كون حزرا من المشكلات العاطفية لأنها لن تفيدك وقد تدر العلاقة بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر